السلام عليكم و مرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد نتمنى ان اعجبكم و اعجبكم و اعجبكم ببركة ان شاء الله باش ما تمنى توعدكم مبارك سعيد مسبقان تمنى تكون ليلة القدر مباركة على الجميع باش ما تمنى توعدكم يا رب امين مهم حبيت نشارك معكم هاد الشكيلات يعني خالط واحد من ثلاثة ديال الاشكال يعني خرج منه ثلاثة ديال الشكيلات واحد المكوين اللي هو مهم هو فلان نتمنى ان اعجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة و شوفوا معي الفيديو من لوحة الاخر باش شوفوا معي المراحل بالضبط و الطريقة دير التحضير و التشكيل الحالويات الاقتصادية جدا جدا يديرها اي واحد يعني بمقادر متوفرة في كل بيت يعني سهلة وبسيطة بزاف و ضغيات وجدها مهم سنبدأ بسم الله على بركة الله على بركة الله انا اخذت الطاسة كاملة ديال الابريري فرغتها سنزيد عليها واحد كصونس ديال ساندة سنخلطهم مع بعضيتهم بزيان و ضغيات زبدة بحرات المطبخ باش ضغيات تتعاونك في الدك و تطلق لك مع ساندة و ضغيات تتخلط يعني انا موحلش فيها يعني خليتها على برا مدرساش قاعة في تلاجة كما كتشوفوا معيار ضغيات تجمعت ليها مخدت ليش بزاف خلطتها مزيان مع ساندة نزيد عليهم واحد جوج كيسان ديال الزيت المائضة و حد تساشي ديال الزهر إذا ما عندكم ش الزهر ممكن لكم ديروا فاني العادي و قبيسة ديال الملح معروف عليها باش اتعان انها كتعدل لنا الضوغ كتقدل لنا الضوغ والمهم انا خلطهم زيان و عاونت بالطراب كيبلي الخالط على هات الشكل و نزيد واحد جوج معلق كبار ديال المائزينة او لناشا الدور دياله احتى كتان باش ان الحلوة دياله تجي شيشة و تجيك الدب في الفم صراحة جز غزالة نزيد معلق كبار ديال المائزينة خلطهم معهم زيان و نزيد عليهم واحد ساشي ديال خامير ديال الحلوة حاولنا الدوزاكا في الصفاية تغرب اللينا شوية مزيان من الأحسن غير خمارة واحدة من وزن ثمانية قرام نخلط الخالط مع الخمارة و نفرق الخالط على ثلاثة نخلط قياس و نخلط في كل ازلافة نضيف ساشي بانان نضيف ساشي بانان نضيف ساشي بانان نضيف الليمون نضيف ساشي بانان نضيف ساشي بانان كاميع مرمز نضيف ساشي بانان نخلط ونعمل بيده تدقيق القوام الخاص بني بالطبع لا يجب علي القاسح و مرخوف حاولين أنه تكون تسقط لتكوره في يدك نضيف الخالط الثاني نضيف الخالط الثاني سوف نضيف الخالط الثاني نضيف الخالط الثاني سوف نضيف المسكولات يمكنك أن تزيد اللون وضع الساشي كاولومور سوف نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق حجم الطائرة نضيف الدقيق نضيف الدقيق نضيف الدقيق الدقيق كورتها تأخذ الحجم اللي بغيته وتعبري به الكويورات ديولك كاملين هنا اخذت الكوك دركيه بهالطريقة دركتها غير الراس يعني ما دركتها كاملة غير الراس اللي غد نطبع عليه اي طابع اللي اختارت يمكن لكم تختاروا اي طابع بغيته وانا كورت وكان دير غير في الراس الكوك غير في الراس ديولك الكويورة اللي صيبت نحاول نعاون با هذا هو الطابع اللي اختارت ديال الشميسة نحاول نغطسها كافة في الكوك باش ما نتسق شلينا في العجين هنا يا من بعد ما كورت تكون شي بها الطريقة هكا كان قدنا نحط في الكوك وانطبع على الحلوة حتى ستكون شي الفراني ما يكونش سخون مهم يكون لها عفية تكون متوسطة باش الخالطة ياخد حقوق من الطياب وانطلقه من بعد ما يطيب هذا هو الحلوة دينا شكله من بعد ما طابت هذا هو شكل ديالها سوف تزينها تزينها بسيط كما تشوفك محي مرة ارتغر من الفوق سوف تقلبها مرة مرة سوف تقلبها من تحت سوف تسفار سوف تخرجوها سوف تقلبها سوف تقلبها سوف تقلبها سوف تقلبها من الفران سوف تقلبها وزبدة وزيت سوف تقلبها نبسطها بشكل الثاني نبسط كل شيء نبسط كل شيء نبسط كل شيء نبسط كل شيء نبسط نبسط ثلاثة سوف تقلبها ثلاثة ثلاثة نبسط ثلاثة 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 نبسط ثلاثة نبسط نبسط ثلاثة 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 نبسط ثلاثة نبسط طبعها بالفرشت نضيف الشوكولات الأبيض نضيف الشوكولات الأسود نضيف الشوكولات حجزة لا تنسوا باللايك للفيديو و تعليق و بارتاج بموقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة للجميع و عواجركم و ببركة ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحة والسلامة والهنا يا ربي امين